ندخل على مهرجان الدراما والحدث المهم اللي كان فيه العالمين الهيام اللي فاتت والحقيقة ما أسعدنا الأسماء المكرمة وكان من بينهم عدد من الأسماء اللي احنا طبعا بنحترمهم بشكل كبير جدا معنا الفنان القدير الأستاذ لطفي لبيب أستاذ لطفي مساء الخيرات ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا أستاذ عامل ازاي حضرتك؟ الله يخليكو ألف مبروك أنا بخير الحمد لله ألف مبروك يا أستاذ لطفي الله يخديك يا حبيبي مبروك علينا البريكس مبروك البريكس شايف طيب نتكلم في البريكس والله ليه لا شايف تطورنا ازاي؟ أنا أتمنى أن مصر تبقى أحد عضاء هذا البريكس وبس حتى لا ندخل في عداوة مع الولايات المتحدة والدول اللي ضد البريكس آه نخدي بلنا لأن بصراحة آه احنا ما نستحملش زاقة لا هو دلوقتي أصبح العالم متعدد بتلاقي دول علاقاتها كويسة جداً لكن مش موجودة في منظمة الدول السبع الكبرى مثلاً فبتال دول مصالحها الاقتصادية مع البريكس هو الدنيا أصبحت ماشية كده والعالم أصبح مفتوح يعني وإحنا من حقينا إن إحنا نختار وإحنا نتعامل وننفتح يعني نختار وحتبقى نهضة جيدة جداً بإذن الله لأن الدولار مش هيبقى هو الأساس طبعاً